للأسف الأهل يخسر النهاردة مباراة السوبر الأفريقي بهدف دون رد أمام اتحاد العاصمة الجزائري هدف لزين الدين بالعيد هدف ديها 43 من ضربة جزائر ده الخبر ودي النتيجة بتاعة مباراة اليوم بص ضربة الجزائر لسجل منها هدف المباراة الوحيد لاتحاد العاصمة الجزائري ضربة الجزائر بخطأ من مروان عطية تأخر جزء من الثاني زي ما قال مارسي كولر في المؤتمر الصحفي وتسببت في ضربة جزائر دون ذلك اتحاد العاصمة الجزائري كان فريق في المتناول جدا فريق مش خطير خالص هجوميا على المستوى الدفاعي تحسن الفريق جدا في الشوت الثاني وما خلاش الأهل يصنع هجمات كثيرة بس في كذا نقطة ممكن نتكلم فيها الأهل النهاردة على المستوى الفني على المستوى الجماعي والفردي ما كانش في أفضل أحوال ومش أهل الموسم الماضي دي حقيقة كانت في مباراة اليوم هتقول لي إيه دلالتك فيها هقولك الأهل ما صنعش فرص كثيرة خد بالك الأهل حتى المباريات اللي كان بيواجه فيها الصعوبات الموسم الماضي كان بيصنع فرص كثيرة وكان بيضيع كتير فكان بيخسر أو بيتعادل النهاردة الأهل ما صنعش فرص كثيرة تحديدا في الشيء الثاني اللي كان من المفترض يبقى عنده فيها ردة فعل أقوى بعد التأخر بهدف في ديئة 42 من ضربة جزاء الأهل في المجمل النهاردة على المستوى التكتيكي وتناكل الكرة وبنى اللعب ودقة التمريدات ما كانش في أفضل أحواله تمام تمام على المستوى الفردي معظم اللاعبين مش في البيج بتاع المستوى كلهم دون استثناء كل اللاعبين حتى اللي قدم يعني الشكل جيد إلى حد ما النهاردة مش مدي أفضل مستوى لي ردة سليم طبيعي ما يكونش في أفضل مستوى وإن كان في رأي ردة سليم في الشيط الأول كان أكثر لعب النادي الأهلي يعني قوة ومواجهة للمرمى ردة سليم بس برضو مش هو ده ردة سليم بتاع الجيش الملك إمام عشور لسه مش إمام عشور بتاع الزمالك ردة سليم هتتفهم ده عشان ردة سليم بقاله أو لسه لأول مرة يخش الأجواء المصرية أجواء النادي الأهلي في مباراة رسمية فمتفاهم جدا ده إمام عشور متفاهم جدا أنه مقدمش مستوى كبير النهاردة وهو بقاله غايب عن المباراة بقاله حوال 4 أو 5 شهور دون لعب كرة قدم أو مباراة رسمية فكل الأمور دي منطقية بقى لعب النادي الأهلي طبيعي برضو إن ده أول الموسم هتقول لي معه إنها حد تانية تحل عصمة في أول الموسم هقول لك تحل عصمة أصلا نهاردة ما عملتش حاجة يعني هو لعب دفاعان إلى حد ما وقف خلف الكرة بشكل جيد في الشوت التاني غير كده تحل عصمة فريق بلا أنياب بلا خطورة ضربة جزاء مجانية يعني عملها مرانة عطية اللعب العظيم اللعب الكبير اللعامة الموسم رائع جدا الموسم الماضي يعني مش المفروض هو برضو اللي يشيل الليلة يعني بكل أحوال أنا بكلم الجمهور الحاجات اللي زي النهاردة دي أنت أنا عارف طبعا جمهور نادي الأهلي ما يحبش يخسر أي بطولة لو ما أنا قلت الكلام ده قبل كده لو الأهلي هيلعب في دورة رمضانية جميل نادي الأهلي هتبقى عايزة يكسب البطولة لو لعب مباراة تحت 14 سنة الأهلي لازم يكسب البطولة أي حاجة أي حاجة لما الأهلي يبقى عنده فريق كوروة النسائية هتبقى جميل نادي الأهلي عايزة الفريق يكسب أي حاجة أي حاجة في إسم الأهلي جميل نادي الأهلي طول الوقت عايز تكسب كسبان كل البطولات الموسم الماضي لا أنا عايز أكسب كمان من بداية الموسم ده ده أنا متفاهمه جد بس هي المباريات أو البطولات اللي من المباراة وحدة مينفعش بعدها يبقى فيه تقيم شامل يعني ماحدش طلع يقول مرسج كورر شاكله بدء الموسم ده غلط مرسج كورر شاكله شبع بطولات ما حدش ينفع يقول إنه لعبة النادي الأهلي دي شبعة بطرات ما حدش يقول إن الصفقات النادي الأهلي الجديدة دي مش صفقات جيدة ما حدش يطلع يقول أصله لو الأمور كانت فيها النظام لما كان كابتن سيد موجود السنة اللي فاتت طبعا كل الأسماء كل الناس عظيمة بس هي حكاية ما تقيمش أبدا من مباراة واحدة هي مباراة خصرها النادي الأهلي النهاردة مباراة الأهلي فيها النهاردة ما كانش جيد مباراة في بداية الموسم هتقول لي ما هو بداية الموسم زي آخر الموسم هقولك لا طبعا ما هو ماتشستر سيتي لسه خسرانة هو الدرقة الخيلية قدام أرسن في بداية الموسم هل ده معناه أن ماتشستر سيتي هيظهر ضعف مع ما تبقى من الموسم أكيد لا أود أنه الرجل أو النادي يعني متصدر الدوري بكل الانتصارات المتتالية اللي عملها في الدورة الإنجليزية فهي مش مقياس أبدا ولا حاجة تعبر المباراة الأولى هتقول لي لو الأهل كسب النهاردة كنا هنتفاعل هقولك لو حتى كسب الأهل النهاردة 3 أو 4 مش تبقى من قياس للموسم ببساطة شديد يبقى النادي الأهل هو كبير الكارة الأفريقية يبقى النادي الأهل هو المرشح الأول لكل البطولات الأفريقية يبقى النادي الأهل حتى هذه اللحظة هو أقوى فريق في الكارة الأفريقية دي كلها معلهاش خلاف الأهل عنده الدور الأفريقي هيخش في البطولة في شهر عشرة عنده بعد كده دور أبطال أفريقيا عنده كسر عامل الأندية عنده حاجات كتيرة أوي منافسات كبيرة أوي دولية غير المنافسات المحلية دولية وقرية فهندعم الأهلي ونسنده وهي خسارة مباراة مجرد خسارة مباراة